عندما ننصف بعض المنتسبين إلى العلم أنه لابد أن نفرق بين مشيئة الله وفعل الله ثم مشيئة أيضاً أو فعله كما تقول هذا من فضل الله ثم من عمل أو فعل فلاه ولكنهم ردوا علينا بهذه الشبهة ويقضر الله تعالى وقالوا تأثين الله من فضله ورسوله فلم يفصل أو فلم يفصل بين الله ورسوله هذا الإسان للغلاب قال لأن lanshiyamna اللهم رسول chúngнения الله لغلا الله يعطي والرسول هو النائب في هذا اللي يعطي في أمر الله الله يعطي من بيت المال ما شايكه قال الله تعالى وقال إنا إلي الله راجعين عن عرسول إسان الله هو الرسولrés الأما向كيسك اللهando عدم أحمد الله ضمن قليلا الله يؤطي يا الله يعطي تعالى في أمر الله من بيت المال وإما أطاه الله من الأمور فإذا قال أتنا الله رسول أو أتنا الله رسول جل ولا أعطان جل فالحفظ بله لأن إذا أمنا الله